موسيقى حياكم الله تزامنا مع تسلم الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي المسودة الأولى للدستور الجديد شهدت البلاد يوما داميا استهدف مقرا لأجهزة الشرطة في تأكيد جديد لتدهور الوضع الأمني الذي لا يقل خطورة عن هشاشة الوضع السياسي بعد فشل الحوار الذي أجره وفد الرئيس هادي إلى صعدة في إقناع زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي في مشروع تقسيم البلاد إلى أقاليم عدة الأمر ينذر بانهيار مقرارات الحوار الوطني وربما يودي بكل ما ترتب على المرحلة الانتقالية وسط تصاعد المطالب الجنوبية في الانفصال التام عن الشمال من هنا نسأل من يعرقل الحل السياسية في البلاد؟ لماذا إصرار الرئيس هادي على مشروع الأقاليم؟ ولماذا يرفضه زعيم أنصار الله؟ هل من لاعب آخر غير تنظيم القاعدة في التفجيرات التي تضرب البلاد؟ معنا هنا لنقاش حول هذا الموضوع الإعلامي اليمني إبراهيم الديلمي ومن صنعاء ثابت حسين نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية نرحب بضيفين الكريمين أبدأ معك سيد إبراهيم لأسأل مباشرة فيما يتعلق بالتفجير الذي وقع اليوم القياد بأنصار الشريعة الشيخ عبدالإله الذهب ينفي صلة القاعدة بهذا الموضوع ويتهم مباشرة الحوثيين أو أنصار الله وكذلك الدولة بارتكاب مثل هذه الأفعال في حين حزب الإصلاح يجرم كل من يقوم بمثل هذا الفعل هل من لعب آخر غير القاعدة في هذه التفجيرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم ما أسلفتم في ذكر عن عبدالله الذهب أو غيره في الحقيقة هذه نكتة مثل هذا الاتهام الذي لا ينبني على أي دليل وإنما يلقى الكلام على عواهنه هنا وهناك نحن متفقون جميعا أن هناك في اليمن عدة كوة متدخلة وعدة أطراف واليمن ساحة لمختلف أجهزة المخابرات الخارجية؟ الخارجية نعم وهناك أطراف داخلية فقدت مصالحها في ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر وتريد الانتقام من الشعب اليمني عبر تفجير هنا أو هناك أو يقلق الوضع الأمنية والسياسية والاقتصادي هذا الحادث الإجرامي الذي حصل نعزي أسر الشهداء ونتمنى الشفاء للجرحة إن شاء الله هو في الحقيقة حادث بشع تمارسه قوة معروفة بخلفياتها وانتماءاتها العقائدية والفكرية وفي نفس الوقت قاتل مجرد القتل سفك دماء بلا مبرر وبلا هدف وبلا أي رؤية سياسية يعني معروف لديكم من قام بمثل هذا الفعل ولا هو تحليل لا فليسرك الأمر للأجهزة الأمنية للخروج بنتائج واضحة ومعلنة للرأي العام لكن كما عودتنا أجهزة الأمن والممسكون بزمام الأمور الأمنية في اليمن لم يتم إلى الآن الافصح عن الكثير من جرائم التفجيرات المتنكلة هنا وهناك في اليمن هذا يدفعني لسؤال طبعا سيد ثابت حسين نائب رئيس المركز الدراسات الاستراتيجية طبعا حضرتك عميد متقاعد لك خلفية أمنية يعني من خلال ما حصل اليوم نفي القاعدة لمثل هذا الفعل وحديث عن وجود أكثر من طرف تضرر في الثورة وبالتالي يريد أن يربك المشهد السياسي والأمني في اليمن برأيك الأنثار إلى من تتجه بمثل هذه الأفعال هل من جهات خارج الإطار السياسي ما يحكى في اليمن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أولا أصحح أنا لست متقاعدا أنا ما زلت في الخدمة عميد ركن ثابت حسين صالح نائب رئيس المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية ثانيا التعزية الحارة لأسر الشهداء والدعاء بالشفاء العاقل للقرحة والإدانة بأشد العبارات لهذه القريمة البشعة والشنعة التي راح ضحيتها العشرات من الأبرياء ليس هناك أي مبرر مثل هذا الفعل الإجرامي لأن مهما اختلف الناس ومهما تصارع المتصارعون وتحاربوا فإن ارتكاب مثل هذه القريمة لا يقرها لا قانون ولا شرع ولا دين ولا أي شيء القريمة كانت بشعة ويتؤشر إلى عدة مؤشرات المؤشر الأول ضعف أداء الأجهزة الأمنية ضعف الحماية من قبل كلية الشرطة لهؤلاء الذين تجمعوا بالألاف أمام في شارع مزدحم يمر فيه عشرات من السيارات ومئات من الأشخاص شارع حيوي يسقع بوسط العاصمة صنعاء تؤشر أيضا إلى أن الطرف المخطط والمنفذ لهذه العملية أراد أن يقول أنه لا يوجد لا أمن ولا استقرار في هذا البلد وفي صنعات تحديدا مما يلقي بالمسؤولية أيضا على الأجهزة الأمنية وعلى الحكومة في أن تأخذ هذه الرسالة بجدية تامة هناك مؤشر آخر وأشير إليه في بعض وسائل الإعلام وإشارات غير صحيحة من أن الهجوم استهدف مجاميع من أنصار الله كانوا ينون التسكيل في هذه الكلية وهذا عذر أكبح من ذنب لأن المهم حتى وإن كانوا من أنصار الله فليس هناك أي مبرر لقتل النفس التي حرم الله قتلها نفس النفس البرية لذلك إجمالا هذه الجريمة مدانة بكل المقاييس وهي إن دلت على شيفي إنما تدل على بشاعة المخطط والمنفذ لهذه الجريمة وتدل أيضا على الأجهزة الأمنية ضعيفة الأداء المترهلة التي لم تقم بواجباتها في تعزيز اليقضى الأمنية وخاصة في هذا المرفق طيب سيادة العميد من ممكن أن يكون خلف مثل هذه العملية كخبرة أمنية هل من مؤشرات ممكن ربطها بحوادث سابقة تم الكشف عن منفذيها أعتقد كما أشار زميلي عندك في الاستوديو مشكلة اليمن ومشكلة الأجهزة الأمنية إنها حتى الآن لم تعلن عن إلقاء القبض أو تقديم محاكمة متهمين في جرائم حصلت جريمة في كلية الشرطة قبل السنتين تقريبا بنفس الأسلوب لطلبة كانوا خارجين مبنى الكلية حصلت مذبحة في ميلان السبعين حصلت مذبحة في العرضي حصلت عشرات المذابح ولم يتم حتى الآن القبض على الأقل على خلية أو عصابة أو جهة مسؤولة صحيح بعض العمليات أعلنتها للقاعدة صراحة عن تنفيذها يعني هي نفذت بعض العمليات وعلنت صراحة عن تنفيذ هذه العملية لكن من خلال كقارئ سياسي وكمحلل سياسي أستطيع أن نقول أن المخطط والمنفث هو طرف يريد أن يوحي بأنه لا يوجد لأمن ولا استقرار في هذا البلد وفي صنعات تحديدا كما أشار زميلي أن قوة تضررت من ما حصل في 21 سبتمبر 2014 وقوة أخرى أيضا تضررت في 11 فبراير عام 2011 ويعني ربما يكون لها مصلعة في زعزعة الأمن والاستقرار في إثبات أن الآخرين فاشلين في الحكم لا يستطيعون أن يحكموا كما كان يحكم تلك القوى مع أنه فعلا اليمن لم تشهد لا أمنا ولا استقرار منذ عشرات السنين دائما كانت حالة اللا أمن ولا استقرار هي القاعدة والأمن والاستقرار هو الاستثناء لا فت في الموضوع وأعود إليك ضيفي هنا في الستوديو أنه في الوقت الذي كان يتسلم فيه مودة الدستور أو مسودة الدستور الرئيس عبد الربو منصور هادي يتم مثل هذا الفعل في وقت يتم الحديث عن خلاف يقع ما بين أنصار لا وأما بين الرئيس عبد الربو منصور هادي في قضايا مرتبطة أصلا في الدستور والاستفتاء عليه بداية كيف يمكن لنا أن نقرأ في طبيعة هذا الخلاف ما هو مصير الدستور إذا كان مختلف عليه قبل أن يتم الاستفتاء عليه وفي الحقيقة نريد أن نصوب العبارة كان يكون هناك تباين في وجهة النظر وليس هناك خلاف وأي دستور سوف يمر سواء من خلال المسوطة الأولية أو من خلال وضع مواد الدستور على طاولة النقاش في الهيئة الوطنية لتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لا شك أن أي دستور لا يحظى بإجمع وطني وهناك اعتراض عليه من بعض القواء لن يمر ويحسب للرئاسة في هذه الفترة محاولتها للتواصل مع مختلف المكونات في الشعب اليمني من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لمسودة ومشروع الدستور القادم إن شاء الله هل سيجرى تعديل الآن في بالضرورة بالضرورة سوف يكون هناك تعديل ونقاشات ومشاورات وعرض على الهيئة الوطنية بالضرورة لأنه لا يمكن في ظل هذا الجو السياسي المحتقن ولوضع الأمنية الملتهبة أن يصار إلى فرض مسودة التستور بوضعها الحالي ولا ننسى هنا أن هناك أحد أبرز أعضاء لجنة التستور وهو الدكتور عبد الرحمن المختار ممثل أنصار الله في لجنة التستور لم يوقع على المسودة ولا زالت هناك الكثير من التباينات في وجهات النظر حول مشروع التستور الموجود حاليا لكن مع ذلك بالتواصل السياسي وبالتفاهمات المؤملة سوف يصار إلى استيعاب كل الملاحظات الجوهرية حول المسودة التستور ما في خلافات إذن في تباين في وجهات النظر هذا ما تم لقاش أو إدارة هذا التباين في وجهات النظر خلال الحوار ولا زالت القنوات مفتوحة وستستمر القنوات مفتوحة والتواصل سوف يستمر وإن شاء الله سوف يكون المستقبل اليمني أفضل وسوف يصار هناك إلى حوافات السياسية حتى أخرج من العموميات فيما يتعلق بالفيدرالية في اليمن الحديث عن ستة أقاليم كانت حتى داخل المقرارات الحوار الوطني وكانت شبه إلى حد ما أقر هذا الموضوع وكأن أنصار الله تنصل من الموافقة على هذا الموضوع لإرباك المشهد السياسي من جديد يقول البعض هو في الحقيقة مهرجة مؤتمر الحوار الوطني نصت بصراحة وبدون مواربة على أن يكون اليمن في شكل الدولة يمناً اتحادياً وهذا لا خلاف حوله طيب لا خلاف حوله بالمطلق وإنما هناك الخلاف في التفاصيل حول تكسيم اليمن إلى ستة أقاليم بالصيغة التي وضعت خلال الفترة الماضية والتي أعلن أنصار الله في حينه رفضهم لها ولم يوقع من دوبهم عليها هذه الصيغة التي تم إقرارها في تلك الفترة ومحاولة فرضها فيما قبل 21 سبتمبر 2014 والتي انطلقت من رؤية سياسية راعت ظروف تلك المرحلة بالنسبة للقوى المتنفذة التي كانت ممسكة بزمام السلطة في ذلك الحين وفي نفس الوقت كانت الرؤية السياسية وللأسف الشديد محاولة فرض الرؤية الطائفية موجودة في مشروع الستة الأقاليم ولذلك رفض أنصار الله كمكونات الشعب اليمني فكرة الستة الأقاليم بالصيغة التي طرحت في تلك الفترة نحن الآن أمام متغير جديد متغير ما بعد 21 سبتمبر يجب أن يراعى هذا المتغير الجديد في إعادة التفاهمات والتوافقات السياسية على صيغة جديدة ليمن اتحادي البعض يرى أن هذا الكلام فيه خطورة وكانه نسف لمرحلة سابقة قد تم التوافق عليها لم يتم التوافق عليها طيب خليني أفهم من سيادة العميد سيادة العميد اليوم صحيفة أخبار اليوم الأردنية عفوا اليمنية تقول تنقل عن الأمين العام للحراك الجنوبي عبد الله الناخبي أن رفض الحوثي بحسب ما يقول تقسيم البلاد لأقاليم فيدراليا يوعد ذريعة للسيطرة على كامل اليمن وهو نفس ما فعل حين خرج الناس على أساس إلغاء زيادة أسعار المشتقات النفطية هل المبررات التي يقدمها أنصار الله فيما يتعلق برفض الأقاليم لها وجاهة من جهة الحفاظ على اليمن كدولة اتحادية أم هي ذريعة لأسباب أخرى كما يتهم هنا طبعا الأمين العام للحراك الجنوب أعتقد لست بحاجة إلى التعليق على من سميتمه بالأمين العام للحراك الجنوبي نعم فهو لم يعد أمينا عاما لهذا الحراك الجنوبي هو انتقل إلى صنعاه في عام 2011 وتخلى عن الحراك الجنوبي وهناك أمين عام آخر للحراك الجنوبي هناك مكونات عديدة في الحراك الجنوبي هي أقلها أربع مكونات وبالتالي لا أعتقد أن كلام الناخبي ممكن أن يأخذ على أن يأخذ مأخذ الجد ثانيا قد تطرقنا إلى موضوع الحراك الجنوبي الحراك الجنوبي من مكونات الرئيسية الفاعلة في الميدان نعم لم تشارك في مؤتمر الحوار الوطني من شارك هو فصيل واحد من فصائل الحراك وهو أحدث الفصائل هو مؤتمر شعب الجنوب الذي تأسس في ديسمبر عام 2012 بقيارة محمد علي أحمد شارك في البداية بقيارة أحمد بن فريد الصليم ثم محمد علي أحمد ثم انسحب محمد علي أحمد بعد أن رأى أن هناك من يحاول الالتفاف على حل عادل ومنصف لقضية الجنوب فانسحب محمد علي ولم يتبقى سوى مجموعة من المشاركين هم الذين وقعوا في نهاية المضاف على مخرجات الحوار الوطني ما يتعلق بالأقاليم الستة أنا أريد أن أوضح أنه لم يتم الاتفاق في مؤتمر الحوار الوطني على الأقاليم الستة تم الاتفاق كما قال زميلي على دولة اتحادية الديمقراطية وترك المجال بعد خلافات حادة بين المكونات بين أن يختار الرئيس واللجنة التي سيشكلها بين إقليمين إلى ستة وكان رأي الحراك الجنوبي من بغي من الحراك الجنوبي أن تتكون الدولة الاتحادية من إقليمين شمالي وجنوبي وكذلك كان رأي أنصار الله وكذلك كان رأي الحزب الاشتراكي والحزب الذي حكم الجنوب قبل عام قبل 22 مايو عام 90 ورأي عدد من القوى المستقلة أيضا كالشباب وإلى آخر كانوا يرون أن الإقليمين هي التي يمكن أن تحل القضية الجنوبية على الأقل في حل في حدودها يعني في الحدود الحل العادل في الحدود الدنيا من الحدود العادل والمنصف وفي نفس الوقت تحافظ على اليمن كدولة التحادية بسياسة خارجية واحدة وجيش موحد وإلى آخره لكن يبدو أن القوى المتنفذة ضغطت وخاصة المؤتمر اللي صلاح ضغطت بكل قوتها على أن يصل الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى خيار الستة الأقاليم كما أشار زميلي الستة الأقاليم لن تحل قضية الجنوب ولن تحل قضية الشمال أيضا وبالتالي هذا يسقط تماما سيد إبراهيم الديلمي أو الديلمي من مشروع الدستور القادم وبالتالي بما أنه الآن في متغيرات حصلت على الأرض بعد هذه المقررات هل يعتبر انتهى كليا الحديث في هذا الموضوع وتقبل الرئيس هذه لأنه نسمع عن اختلاف أو تباين كما سميته في وجهات النظر بخصوص هذا الموضوع هو في الحقيقة البند العاشر من اتفاقية السلم وشاركها نص وبصورة واضحة ولا جدال فيها على ضرورة عادة النظر في هذا الموضوع أي موضوع تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم وكانت هناك مطالبات منذ وقت مبكر بأحالة موضوع تقسيم اليمن إلى أقاليم إلى لجنة علمية متخصصة تنظر إلى كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعي ولا تنظر منظر طائفي أو مذهبي أو مناطقي وفي الحقيقة في موضوع التستور أثناء المناقشات في لجنة سياغة التستور كان هناك مكترح وجيه ولكنه لم يتم الأخذ به للأسف الشديد وهو إحالة موضوع الأقاليم إلى قانون الأقاليم وليس إلى التستور وإنما يصار إلى النص في التستور على أن اليمن دولة التحادية الديمقراطية ويثرك مسألة تحديد الأقاليم وحدودها إلى قانون الأقاليم الذي ممكن من خلال التفاهمة السياسية الوصول إلى حلول معينة ولكن الأسرار على تضمين التستور ذكرى الستة الأقاليم هو الذي أتى إلى التباينات واختلاف وجهة النظر حول مسودة التستور الجديد مع الأسف الشديد ونحن هنا نؤكد أن هناك فرصة كبيرة أمام الأخ رئيس الجمهورية وبقية القوة السياسية الفاعلة بعد ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر لتخلص مما تم إقراره ومحاولة فرضه بالقوة من قبل كما ذكر زميلي الكريم من صنعاء من قبل القوة المتنفذة في حينه المؤتمر والإصلاح ومحاولة فرض خيارة التلقاليم على الأخ رئيس الجمهورية هناك فرصة ذهبية للأخ رئيس الجمهورية للتخلص من تبعات ذلك الضغط السياسي الذي تم في حينه وهذا ليس فيه إقصاء لجهة السياسية كانت موجودة على الأرض ليس فيه إقصاء وترجم في إقصاء خمسة إلى سبع محافظين كانوا ينتمون إلى هذا التيار واستبدالهم بمن هو قريب من الرئيس الأسبق أو الرئيس السابق علي صالح وبنفس الوقت من الحثيين أو الأنصار الله الحقيقة هذه التغييرات التي تمت سواء كانت بتفاهمات سياسية محينة أو بمحاولة لتصحيح أو ضاع بعض المحافظات التي أثبت بعض محافظوها في فترة الماضية عدم جهزيتهم و أهليتهم لإدارة تلك المحافظات فلا بأس من أن تمر مثل هذه التعديلات التي سوف نفترض أن تصب في مصلحة المحافظات التي تم تعيين محافظين جدد لها حقيقة أن المحافظين في عديد من المحافظات الجمهورية اليمنية الذين تم تعيينهم خلال الفترة الماضية كانت ولااءاتهم الحزبية وميولهم السياسية وراء تعيينهم في هذه المناصب و التي أداروها بهذه النزعة السياسية والحزبية ولم ينظروا إلى مصلحة المحافظات التي يعيينوا فيها لكن في وجهة نظر أخرى و أنت تستمع إلينا سيادة العميد فيما يتعلق باستبعاد بعض المحافظين أو إعادة تشكيل للبنية العسكرية في اليمن صحيفة يومية الأولى صحيفة الأولى تقول عن مصادر خاصة تنقل هي طبعا تقول أن أبرز النقاط التي جرأت توافق حولها بشأن طبعا بين أنصار الله والرئيس منصور هذه تنفيذ البند 55 من مخرجات الحوار الوطني والخاص باستعاب عناصر ومسلحي الحوثي في مختلف مؤسسات الدولة على حساب غيرهم من بقية الفئات برأيك هل نحن أمام إشكالية جديدة متعلقة بإقصاء مبني على طبعا متغيرات سياسية وحتى أمنية على الأرض بعدما أشار إلى الـ 21 من سبتمبر من حيث المبدأ سياسة الإقصاء والرفض الآخر سياسة معهودة ومعروفة في اليمن من زمان في عام 1994 عندما انتصر الطرف الشمالي مثلا بالرئيس علي عبد الله صالح وحلفاه أقصى الحزب الاشتراكي وأقصى الجنوب تماما نعم في عام 2011 عندما اندلعت ثورة فيبراير استضاع الإصلاح أن يكون في الواقهة في مقدمة الواقهة التشكيل الجديد والمشهد السياسي والأمن الجديد فاستطاع أن يفرض أنصاره ويقصي الآخرون ويقصي الآخرين الآن الناس يتخوفون من أن يكرر أنصار الله نفس الخطأ الذي وقع فيه سلفهم من المؤتمرين ومن الصلاحيين ما يجب أن نشير إليه أيضا أن اتفاق السلم والشراكة الموقع في 21 سبتمبر 2014 من العام الذي مضى هو اتفاق إجرائي يكاد أن يكون اتفاق إجرائي لمخرجات المؤتمر الحوار الوطني ولكن بمشهد سياسي وأمني وعسكري جديد في اليمن أنصار الله استطاعوا أن يزيحوا مراكز القوى التقليدية التي ظلت دائما معرقلة لأي تفكير في بناء دولة قائمة على النظام والقانون استطاعوا أن يوجهوا ضربات ساحقة وقوية لعناصر الإرهاب في مختلف المحافظات وخاصة في البيضاء وفي مأرب وفي أرحاب وإلى آخره استطاعوا أيضا أن يعني يحشدوا حشدا شعبيا من خلال مطالبتهم بإسقاط القرعة ومن خلال مطالبتهم بإسقاط الحكومة التي فعلا كانت فاشلة بكل المقاييس ومن خلال مطالبتهم وهم فعلا بدأوا بتكثيف منابع الفساد والسيطرة على أهم هذه المصادر لكن كل هذا لا يكفي لا بد من أن يستطيع أنصار الله أن يتحولوا يعني أن يركزوا على الجانب السياسي أن يجيدوا التعامل وعدم تكرار أخطاء الآخرين الذين اتكبوا نفس الأخطاء سواء كان في التعامل مع القوى السياسية الأخرى مجتمعة أو فيما يتعلق مع الرئيس الذي يعتبر رئيس شرعي للبلد بغض النظر عن ضعف الرئيس هو من ضعف مؤسسات الدولة خاصة العسكرية والأمنية وبالتالي على أنصار الله أن يكونوا عونا للرئيس الجمهورية وللحكومة سواء كان في تكفيذ منابع الإرهاب أو في تكفيذ منابع الفساد أو في التعامل مع القوى السياسية بعيدا عن الإقصاء والتهميش ولا ننسى أيضا أن التحدي الأهم بالنسبة لأنصار الله هو كيفية التعامل مع قضية الجنوب هذه القضية الساخنة والملتهبة منذ عام 2007 بل منذ عام 1974 بدون الوصول إلى حل عادل ومنصف لهذه القضية بما يرتضي أبناء الشعب الجنوب يبقى الحديث عن يمن موحد وعن يمن مستقر وآمن ومزدهر مجرد ضربا من الخيال طبعا أكثر من نقطة فيما يتعلق بأداء أنصار الله بعد الترتيبات التي حصلت سياسيا وأمليا هل هناك من ضمانات تطمئن بقية الأطراف السياسية أن أنصار الله لن يكرر نفس التجارب التي وقع فيها المؤتمر وكذلك الإصلاح ومن السابق الأواني في الحقيقة الحديث حول هذا الموضوع لأنه لم يصار الآن إلا تنفيذ مخرجات المؤتمر الحوار الوطني ومقرراته لكن الحركة على الأرض يعني السيطرة على الأرض في أكثر من محافظة والتمدد هذا ألا يشير إلى شيء؟ ليس هناك تمدد هناك تململ 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 من عدم وصول اللجانة الشعبية واللجانة الثورية إلى مناطق معينة لعادة فرض الأمن فيها ومحاربة الفساد فيها نعم وفي الحقيقة إذا أردنا تشخيص الواقع الموجود حاليا فأنصار الله باتجاه فرض الشراكة و الفرض هذا قد يكون فيه نوع من القسر لكي تفرض شراكة وطنية تحفظ حقوق كافة أبناء الشعب اليمني و كافة مكوناته الحديث عن تمدد و نوع مبالغ فيه هناك لجان شعبية تقوم بدورها الذي مؤمل فيها في خلال هذه الفترة في فترة الخواء و فترة الفراغ الذي تعيشه بعض المناطق هناك مطالبة للدولة و للأجهزة الأمنية باستعادة عملها و دورها و الولوج إلى ممارسة مهامها ولكن للأسف هناك تلكؤ و هناك مماطلة حتى في ما يخص تنفيذ اتفاقية السلم و شراكة على سبيل المثال كان هناك بندية نص على قيام الدولة بواجبها في مواجهة عناصر التكفير في منطقة رداع و محافظة البيضاء عندما حصل التلكؤ اضطرت للجان الشعبية لأنه بالأمر نيابة عن الجميع هناك لا شك أن هناك وضع ثوري موجود و ضاغط في كثير من المناطق في اليمن ليصار إلى استعادة شرعية دستورية فليكون هناك البدء الفوري في تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني و استحقاقات اتفاق السلم و الشراكة من خلال فرض الشراكة و من خلال الولوج إلى الإجراءات العملية لانتخابات و دستور متوافق عليه هذا لن يترتب عليه في التوازي أو موازات له سميته نوع من التملم والما أدري يعني موضوع الانتقال لجان الشعبية اللي هو البعض يقول لا هو حراك مسلح لأنصار الله باتجاه المحافظات الآن الجنوبية و بعض من يحوي مصادر النفط و إصرار على أن يكون هناك منفذ بحري لأنصار الله أو أن يكون تحت سيطرة أنصار الله في هذه الفترة هو الكلام كما قلت لكم يلقى على عوانه يعني الحديث حول منفذ بحري لماذا يتم الحديث حول هذا الموضوع و المحافظات النفطية هناك مجامع تكفيرية متواجدة في كثير من مناطق اليمن يجب على التولى القيم بواجبها في ملاحقتها و امتابعتها و ضبطها و تقديمها للعدالة و محاربتها في أوكارها و إذا حصل تملم لن يظل اليمنيون مكتوفيا لأيدي إذا حصل تملم من قبل الأجهزة الأمنية في القيم بواجبها و مسؤوليتها لن يبقى الشعب اليمني مكتوفا لأيدي و سيضطر لمواجهة هذه العناصر هنا و هناك هناك فساد ضارب بأطنابه على مستوى المركز و على مستوى المحافظات فلتقم الأجهزة الإدارية للدولة و المحافظون و أدوات السلطة الإدارية في مختلف المحافظات بمجابهة هذا الفساد أو فإن هناك الكثير من أبناء المحافظات يضالبون اللجانة الشعبية و الثورية بمحاربة الفساد و محاربة التكفيريين فلتقم التولة بواجبها في محاربة التكفيريين و في محاربة الفساد و التجفيف منابئه حسب ما نصت عليه تفاقيات متمر الحوار و السلم و الشراكة و إلا لن يظل الناس مكتوفيا لأيدي و بانتظار المجهول و نحن طبعا بانتظار أو استشراف لمستقبل الوضعين السياسي و الأمني لا أنسى هنا الحديث من الجانب الأخ الكريم حول التضمينات فينا نسمع بعض الفاصل إذن نذهب إلى فاصل قصير مشاهدين أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا نحييكم من جديد مشاهدين نناقش الأوضاع اليمنية الأوضاع السياسية و الأوضاع الأمنية و أعود إلى ضيفينا في الاستوديو الإعلامي اليمني إبراهيم الديلمي كنت تتحدث عن تطمينات قبل أن نذهب إلى فاصل ردا على ما كان يطالب به طبعا ضيفنا من صنعاء حول أن تقدم حركة أنصار الله ما يثبت أو تطمينات على الأقل ألا تكرر نفس التجربة لمن كان سابقا في الحكوم و في الحقيقة منذ نجاح ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر ظهرت مطالبات من هنا و هناك من قيادة ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر و من الكثير من مكونة الشعب اليمني لتقديم تطمينات للداخل و الخارج و برغم تقديم هذه التطمينات للداخل و الخارج و برغم اليد الممدودة للمختلفة القوى السياسية لكن للأسف الشديد لم تحصل تطمينات من الجهة المقابلة من جهة المقابلة الدولة يعني؟ في الداخل و الخارج هناك كانت مطالبات لتطمينات إقليمية و خاصة للسعودية من الأولى بالتطمين؟ هل هو هذه القوات الدولية والإقليمية الموجودة خارج اليمن أم أبناء الشعب اليمني الذي يحس بالخوف و يستشعر الخطر على مستقبل أبنائه و على مستقبله و أمنه لكن سيادة العميد يتحدث عن أبناء اليمن هذا تحدث عن خطر هذا فيما يخص الدول الإقليم و الدول الأخرى من الأولى بالتطمين؟ هل نحن أمهم؟ أما بالنسبة للمطلوب من أنصار الله يصار رسائل التطمين بختلف الفرقاء السياسيين داخل اليمن و على رأس ما الأخوة في الحراك الجنوبي و أبناء الجنوب الشرفة و الأحرار فمما لا شك فيه أن هذا الأمر قد بلغ مده من ناحية إيصال التطمينات إلى إخواننا في الجنوب و لبقية الفرقاء السياسيين و لكن هل من الحكمة أن يتم هناك محاولة فرض مشوتة التستور بهذه الصيغة من الأولى بالتطمين هنا؟ هل مطلوب من القوى السياسية أن تضمن مكون أنصار الله؟ أم المطلوب من مكون أنصار الله أن يضمن البقية و على رأس من إخواننا في الجنوب؟ و هو قد قام بهذا و مستعد لتقديم المزيد من رسائل التطمين على أرض الواقع و التخول بصفحة نجية و بيضاء مع مختلفة القوى السياسية سأتي على التباينات أو التوافقات ربما بينكم و بين الحراك الجنوبي أو المطالب الجنوبية على أي حال معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ عادل الشجاع و هو عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام نرحب بك سيد عادل دعني أبدأ من ما قالته صحيفة اليمن اليوم وهي قريبة من الرئيس صالح تقول أن تتهم هي بحسب ما تقول الصحيفة تتهم سعي الرئيس هادي للتمديد له كرئيس من خمس إلى ثماني سنوات وبعد ذلك يمكنه الترشح لدورتين في إطار اتفاق مع أنصار الله هل ينظر في المؤتمر الشعبي على أن هناك طبخة ما تبيت بين الطرفين على حساب بقية المقونات السياسية في اليمن نعم واضح جدا من المستشار الرئيس الذين ذهبوا إلى عبد الملك الحوثي في صعدة وخطاب الحوثي أيضا فيما يتعلق بالإقليمين فمسألة الإقليمين يعني أن هناك اتفاق بحيث يذهب الرئيس هادي بتطمينات للمحافظات القنوبية بأنه قدم لهم ما لم يقدم خلال العشرين السنة الماضية وبنفس الوقت الحوثي يستحود على مناطق الشمال وفي اعتقاد أنه هذا هو انقلاب على الوحدة وهو يعمل أيضا على تعاكل شرعية أنصار الحوثي وشرعية الرئيس هادي بحد ذاته كان الشارع اليمني يتوقع من الحوثيين أن يكونوا مع الوحدة الوطنية بشكل عام وأن هناك نقاش حول شكل النظام بالنسبة لليمن في إطار الوحدة المتكاملة على اعتبار أنه لماذا فقط أن يكون الحل حصريا للفدرالية وليكن مثلا للنظام اللامركزي المعمول به في كثير من البلدان بما فيها فرنسا وإيطاليا وكذلك إنجلترا وبلدان أخرى قدمت نموذك في النظام اللامركزي نموذك يمكن أن يحتضى أريد منك تعقيب سيادة العميد فيما يتعلق بالاتهام الموجهة وفق ما تقول الصحيفة ويبقى معنا طبعا الأستاذ عادل الشجاع بكل تأكيد سيادة العميد فيما يتم في الاتهام للرئيس هادي بأنه يتواطأ مع أنصار الله على باقي مقونات الأطراف السياسية الموجودة في اليمن ومن الآن سمعنا إلى الهواجس التي تنتاب طبعا المؤتمر الشعبي المؤتمر العام إلى أي حد برأيك بالفعل هناك شيء ما أو أنه لم يتقبلوا بعد أو يفهموا أن هناك متغيرات حصلت وبالتالي ينبغي التعامل لفق هذه المتغيرات التي حصلت سياسيا وأمنيا في البلاد مشكلة الإخوة في المؤتمر الشعبي العام نعم أنهم يعتقدون أن الوحدة اليمنية هذه ماركة مسجلة خاصة باسمهم وأنهم وحدهم الحريصون على الحفاظ عليها وكأن الآخرين خونا وانفصاليين والوحدة هذه لا تعنيهم تناسوا أن الرئيس عبد الرب منصور هادي هو كان وزير الدفاع أثناء حربه وتسعين وقف مع الوحدة وقاتل في الصف الوحدة وما زال حتى الآن يتحدث عن الحفاظ عن الوحدة ويعتبره سواء في برنامجه السياسي أو في تصريحاته وفي أعماله ونفس الشيء أنظار الله لم يتحدثوا حتى الآن إلا عن دولة تحادية الغريب في الأمر أنه يتحدث الآن الدكتور عادل الشجاع عن دولة لا مركزية في فرنسا وكأن اليمن هي فرنسا اليمن تختلف اختلافا كليا لا يمكن أن يناسبها أي نظام اتحادي فدرالي إلا نظام ذات خصوصية أولا اليمن كانت دولتين كان اليمن الجنوبي واليمن الشمالي دولتين مستقلتين ذات نظام سياسي وقتصادي ذات نظامين سياسي وقتصادي مختلفين منذ عام 67 قبل 67 كانت الجنوب واقعة ولمدة 129 عاما تحت الاحتلال البريطاني بينما كانت الشمال تحت الحكم الإمامي منذ عام 1918 وهالمرة الأولى التي تعرف فيها تسمية المملكة المتوكلة اليمنية قبلها كانت الشمال واقعة تحت الاحتلال العثماني وغيرها من الآخر دولة كانت شبه دولة شبه دولة مركزية كانت قبل خمسمائة سنة بقيارة المتوكل على الله إسماعيل ولم تكن بهذه الرقعة الجغرافية أو بهذا اليمن السياسي المعروف الآن حاليا فالحديث عن دولة لا مركزية في هذا الوقت هو أشبى ما يكون بالحفاظ على الوحدة بالقوة التي عمدت في حد 94 الآن كل القوى السياسية قد توافقت بما فيها المؤتمر نفسه إن الدولة الاتحادية أصبحت ملحة وضرورية وحتمية لا مخرجة منها الاختلاف كان على طبيعة الأقلم الستة أم الاثنين هناك من يرى إن الإقلمين سيحافظان على وحدة الجنوب وعلى وحدة الشمال وسيحافظان أيضا على الوحدة نفسها كدولة اتحادية سياسة خارجية واحدة وقيش موحدة وهوية واحدة وهناك من يعتقد أن الأقلم الستة يمكن أن تفتت اليمن فعلا أن تفتت الجنوب إلى أقلمين وتفتت الشمال إلى ستة أقلم ومع ذلك طالما وقد توافق بالأصح قد في توجه للأقلم الستة فإن المؤتمر الآن مرة أخرى وحتى تقريبا الإصلاح وإن كان على استحياء لم يعد موافقا على تطبيق هذه الأقلم الستة مخرجات الحوار نفسها تم التخلي عنها منذ اليوم الأول وهذا ما جاء على أنصار الله لا يقف حول موضوع الأقليم من اثنين إلى ستة أو غيرها وحول الدولة وحول العدالة الانتقالية وهنا أريد أن أركز على نقطة جد أساسية لأعود إلى الدكتور عادل الشجاع لأسأل فيما يتعلق ببنية الجيش البنية المؤسسات الأمنية في بلد بالفعل مهدد أمنيا تأخذ حيز كبير يعني على سبيل المثال الباحث يزيد الصيغ وهو في معهد كرنجي أجرى دراسة حول موضوع الجيوش العربية يقول أن الجيش اليمني بإمكان بناء نفسه ضمن معادلة معادلة التحالفات جديدة تمليها المتغيرات المستجدة مع بروز الحثين كرقم صعب على الساحة اليمنية إعادة النظر الآن في بناء هذه المؤسسات انطلاقا من هذه الرؤية كما يتم الحديث بين الرئيس عبد ربو منصور هدي وكذلك أنصار الله هل هي أيضا مقلقة لكم أنتم في المؤتمر الشعب العام بأن هناك نوع من الترتيب الجديد للتغيير في هذا الإطار هي ليست مقلقة لنا فقط ومقلقة هي للحثين ومقلقة للرئيس هدي إذا ما نظروا من منظر وطني لأن الذهاب للتحالف بين الطرفين سيؤدي إلى تآكل الطرفين لا محالة وأعتقد أنه إذا مضي في هذا الاتجاه فإنه لن يكون لا في صالحهما ولا في صالح البعض دكتور عادل أنا أتيتك بوثيقة حتى أقول لك أنه ضروري فيما يتعلق أو حتى أنقل لك ما هو يتوجب على إعادة النظر في هيكلية هذه المؤسسات الأمنية للحفاظ على اليمن ولحفاظ على مؤسسته الأمنية هل هذا مقلق بالنسبة لكم؟ أنا أقول مثل ما هو مقلق لنا بالتأكيد هو مقلق لبقية القوة إذا ما نظرت من الزاوية التي ننظر منها هناك الآن تحالفات هذه التحالفات لا ترى إلا مصالح جزية وهي تغفل بأن حينما حدثت أحداث 2011 على اعتبار أن هناك طرف تحوذ على السلطة وحاول أن يقسر الآخرين في هذا الاتقاء وبالتالي جاءت هذه القوة أيضا تمارس نفس الممارسة فاليمن لا يمكن أن يحكم من طرف واحد منفرده على الإطلاق وبالتالي إذا تم التحالف ما بين الحوزي والرئيس هادي وتهميش بقية القوة بما فيها المؤتمر الشعبي العام فلن يكتب لعن نجاح ونحن ندرك أيضا أن هناك اتفاق لتدمير المؤسسة العسكرية قام به الرئيس هادي تحت مسمى وتحت ذريعة الهيكلة وعمل على تدمير المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية وأوصلها إلى ما وصلت إليه لذلك حقيقة أننا قلقون ليس من منطلق حزبي وإنما من منطلق وطني وكما تفضل العميد قال أنه أنا تحدث عن اللامركزية وكأنني في فرنسا أيضا أقلب له الصفحة وأقول له يتحدث أيضا عن الفدرالية وكأنه في ألمانيا أو في الولايات المتحدة الأمريكية اليمن دولة بسيطة لا تصل على الفدرالية ولا الدولة الاتحادية هي لابد أن تتحول إلى اللامركزية ويتم تنزيع الثروات البسيطة عن طريق العظام الاجتماعية وبالتالي تتوافق أنا أجد قاسم مشترك للأمانة دكتور عادل أرجو أن تبقى معي القاسم مشترك هو متعلق بالهواجس عند الجميع من عملية أقصاء لأي طرف سياسي بعد أي متغيرات لأعود هنا إلى الأستاذ إبراهيم الديل مني أسأل ما هي الضمانات أيضا التي تقدم للحراك الجنوبي على أنه لن يكون هناك أقصاء إذا خفضوا سقف المطالب بموضوع فصل الجنوب عن الشباب والله قبل الإجابة عن سؤالكم يظهر أن الدكتور عادل الشجاع لا زال يعيش قبل ثورة 2011 في كلامه حول الدولة المركزية هناك توافق تم في مؤتمر الحوار الوطني على الفدرالية وإنما الخلاف هو حول عددها وتكسيماتها والوحدة اليمنية صيغتها الحالية هي مرفوضة وغير مقبولة و لن يستمر الوضع على ما هو عليه وإنما كان هناك محاولات لإيجاد مخارج وحلول من خلال مؤتمر الحوار الوطني عبر تبنية الفدرالية وماذا يريده الأخ الكريم عادل الشجاع من أنصار الله هل يتحالفوا مع المؤتمر الشعبي العام ومع بعض الوضعات لكن إذا لهم حضور سياسي لا يمكن لك أن تقسي هذا الحضور من أكساهم هم المتجذرون في مختلف مؤسسات التولى والجيش وغيره ماذا يريدون من أنصار الله هل أن يعملوا لخدمة المؤتمر الشعبي العام و بعض قياداته في مواجهة الرئيس عبد الرب و منصر هذه لماذا؟ نحن لا نريد أن يتحول أنصار الله إلى متحالفين مع هذا الطرف أو ذاك في مواجهة هذا الطرف أو ذاك هناك لا نذكر أن هناك قانون عدال الانتقالية وفق ما نصار عليه مخريات مؤتمر الحبور الوضني وهناك قانون استرداد الأموال يجب أن يعمل عليه أستاذ إبراين سهل تقوم بالحراك الجنوبي الذهاب للتحالف بين الطرفين الذي يتكلم عنه الأخ عادل بين الرئيس وأنصار الله فيما الطرف المقابل يتهم أنصار الله بالتحالف معه علي عبد الله صالح نريد أن يقول المصريين إرسع على بر هل نحن متحالفون مع علي عبد الله صالح يعني كلام غريب بالنسبة للأخوة في الحراك الجنوبي وأبناء الجنوب يجب على مختلف القوى السياسية يسار رسائل التضوي للأخوة في الحراك الجنوبي وللأخوة في المحافظات الجنوبية أنه ليس هناك إقصاء ولا تمييز ولا استهداف لا يمكون من مكونة الشعب اليمني وعلى رأسه أبناء الجنوب كما يتوجب في المقابل أخذ بعين الاعتبار كل الهواجس التي يعاني منها اليمنيون وتبقى بنظر للأخوة في الحراك الجنوب يعني في إطار حل أوسع وأشمل كان هناك مخرجات مؤتمر الحراك وتفقد سلم مشتركة يمكن أن يبنى عليه يبنى عليه ويقبل بها الجنوبي هي لبة المطالب في الحد المقبول والمعقول وأي شيء قبل أن أعود إليك سيادة العميد خلينا اسمع وجهة نظر الدكتور العادر الشجاع فيما يتعلق بالموضوع الجنوبي الآن نحن أمام تباين هناك رغبة في الانفصال من قبل الجنوب هناك رغبة مقابلة على البقاء ضمن تغيير في إطار ما وإعادة توزيع بشكل يتنسب مع العدالة الاجتماعية ققارئ سياسي الآن وأنتم الآن بعيدين عن السلطة هل تقرأ أتجد أن الأمور تتجه نحو الانفصال وما هي الأسباب أم أنه فيه إمكانية للاستدراق بهذا الخصوص هو حقيقة الأمر يعني فكرة الانفصال هي من مجامع معينة لها مصالح محددة مشكلة المحافظة الجنوبية مثل مشكلات المحافظة في الشمال أو في الوسط أو في الشرق أو في الغرب هي مشكلة كانت متعلقة بعدم توزيع السلطة وتوزيع الثروة وبالتالي هناك قوة الآن تحاول أن تبحث عن موطن القدم لها وهي ترى بأنها لا تستطع ذلك إلا من خلال رفع شعار الانفصال في اعتقادي ما طرح الأخ إبراهيم هي رؤية الحوثية الآن أن صيغة الوحدة القائمة الآن لم تعد مطلوبة طيب ما فكرة الوحدة من وقت نظريه إنما نروح لتقسيم البلد بين شمال وقنوب أو حتى إقليمين أو ستة أقاليم الفكرة الأساسية أنا كقارس سياسي بعيدا عن الانتماء الحزبي أن مسألة الوحدة اليمنية هي المرقعية الأساسية وهي صمام الأمان للمرحلة المستقبلية إذا ما قرأت هذه القوى السياسية البعد الاقتصادي للبلد والنظر في خارطة الجمهورية اليمنية سنجد أن بلد فقير بالنسبة للمياه المياه توجد في المناطق الجنوبية الغربية في الفحار وبالتالي نحتاج في المستقبل إلى شبكة تحلية والطاقة موجودة في الشرق وبالتالي نبدأ أن يتكامل الشرق مع المناطق الغربية والمناطق الوسطى كذلك صورة تضحى الدكتور إذا أردنا دعني اختتم هذه بسرعة تفضل إذا أردنا أن نحافظ على النسيق السياسي والنسيق الاجتماعي علينا أن نقدم قراعة اقتصادية لألومع الاقتصادي داخل البلد ما الذي يتناسب مع هذا البلد وبالتالي نشكل النظام الذي نريده وفتر رؤية الاختصادية أشكرك دكتور عادل الشجاء أعود إلى سيادة العميد لأسأل لأنه في رؤية مقابلة تقول أنه بقاء الرئيس هادي وأنا هنا أقتبس من دراسة أعدها معهد واشنطن طبعا من يقول أنه مساعدة الرئيس هادي على البقاء أو إعادة السيطرة على الأمور في الوقت الحالي هي أمر أو مطلب إقليمي يعني خليجي إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى آخر أنه بقاء الرئيس هادي في السلطة هو ما يتناسب مع بقاء اليمن موحدا هل تتفق مع وجهة النظر هذه أم أنه لا نربطها بأمور أخرى قبل أن نجيب على هذا السؤال أعقب على الدكتور عادل الشجاع بما يتعلق بال أنا برضو كمحلل سياسي وأكاتب سياسي وأنا محلل سياسي فضل الوحدة القائمة سواء كانت الوحدة المركزية أم الوحدة بالقوة وحدة الضم الجنوب إلى الشمال التي هي السائدة منذ سبعة سبعة أربعة وتعين وحتى الآن سيرفضها الجنوبيون والكثير من أبناء الشمال قد بدأوا أيضا يفكروا إنها وحدة غير قابلة للحياة العقلاء من السياسيين وصلوا إلى قناعة بالدولة للتحارية والعقلاء أيضا هم الذين يعتقدون أن الإقليمين وعلى رأسهم الدكتور ياسين سعيد نعمان وهو معروف مفكر سياسي ووطني لا غبار عليه الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني وكذلك أنصار الله وكذلك الحراك الجنوبي وإلى آخره كانوا قد رأوا في مؤتمر الحوار الوطني أن الإقليمين يمكن أن تمثل الحل الأدنى سواء كان لمطالب الجنوب أو للحفاظ على دولة اتحادية بسيادة وبهبوية وبجيش موحد هذا أولا ثانيا ما يتعلق بالرئيس عبد الرب منصور هذا في اعتقادي إن بقائه ما زال ضروريا عبد الرب منصور كان محل إجمع في عام 2011 إجمع كافة القوى السياسية باعتباره كان نائبا للرئيس وباعتباره كان بعيدا عن الدموية والعنف والفساد وإلى آخره كان حينها مقبولا وما زال حتى الآن رغم الإخفاقات التي حصلت سواء كان لحكومة الوفاق الوطني التي كانت فعلا فاشلة بكل المقاييس لكن هذا الإخفاق له أسبابه له مبرراته المتعلقة بتعقيد التركيبة السياسية والقبلية والبنيوية في المجتمع اليمني في تعدد مراكز القوى التي وقفت آئقا في طريق أي إصلاحات بما فيها في طريق على تركيبة القوى السلحة بقاء الرئيس هذا هو أمر ضروري هو أمر ضروري في هذه المرحلة بالتأكيد في نصف دقيقة في نصف دقيقة فقط ما يتبقى لدي أريد منك تعقب على هذا الكلام تفضل ومما لا شك في أن الذي يحفظ بقاء الدول هو إما بتوافقات إقليمية ودولية على نظام سياسي معين أو بإجمع شعبي ومشروعية يمنحها أبناء الشعب لهذا القائد أو ذاك وبما أننا سألن في مرحلة انتقالية فليا يمضو في اتجاه تنفيذ مقررة مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم وشركة للخروج بصيغة تؤتي وتمهد الطريق إلى الوصول إلى مشروعية دستورية تحفظ بقاء اليمن شكرا شكرا جزيلا لك إبراهيم إعلامي يمني أشكر طبعا الأستاذ ثابت حسين نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية وكذلك شكرا للدكتور عادل الشجاع وضو الأمان العام للمؤتمر الشعبي العام وكل الشكر والتقدير لكم مشاهدين على حسن متابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا